وَبَيْنَ رَبَّهِ فِي آلِهِ اللَّيْلَةِ اللَّهُمَّ أَسْلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَدْعُوكَ يَا مُحَمَّدٍ بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلبه قد أوبقه وجوده أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزدت وَإِذَا أُرَيْتُ كَرَمَكَ طَمَا فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِكَ وَإِنْ عَذَمْتَ فَغَيْرُ ضَالِهِ حُجَّتي يا الله في جرأتي على مسألة مَعَتْ يَا لِمَا تَكْرَهُ جُودُكَ وَكْرَمُهُ وَعُدَّتِ فِي شِدَّتِ مَعَقِلَّةِ حَيَاءِ رَافَتُكَ وَرَحُمْتُ وَقَدْ رَجَوْتُ أَنْ لَا تَخِيْبَ بَيْنَ دَيْنِ وَذَيْنِ مُنْيَتي فَحَقِّقْ رَجَائِي أِسْمَعِ دَعَائِي يَا خَيْرَ مَنْ دَعَاهُ دَاءُ وَأَفْضَلَ مَنْ رَجَاءُ يا أهراد يا أرحم الراحمين اللهم إني كلما كنت قد تهيأت وتعبأ وقمت للصلاة بين يديك وناجيت ألقيت علي نعاسا إذا أنا صلي وسلمتني مناجاتك إذا أنا ناجا ما لي كلما كنت قد صلحات سريرتي وقربا من مجالس التوابين مجلسي أرطت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمت سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمك فرحم فحرمتني أو لعلك رأيتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك أيستني أو لعلك رأيتني عالف مجالس البطالي فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباءتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بغلة حيائي منك جازيتني فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي 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 الرحمة على من فقدناهم تذكرهم في هذه الليلة نشملهم بدعاء إلهي إن كان قد تنى أجلي ولم يقرمني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل علدي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاء وإن عذبت فمن عذل منك في الحق ارحم في هذه الدنيا قربتي وعند الموت قربتي وفي القبر وحدتي في اللحدي وحشدي وإذا نشرت أعود الحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الأهدمين من عملي وأدم لي ما في سترتني وارحمني صريعا يا 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 على الفراش تقلبني أيدي أحبتي أحبتي يا الله 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 وتفضل علي ممدوداً على المغتزل يقلبني صالح جيرتي وتحنى علي محمولاً قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي من قولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتين وارحم في ذلك البيت الجديد من الذي يأتي إلينا إذا أضجعنا في ملحودتنا رسول الله أمير المؤمنين فاطمة الحسن ولكن يأتي إلينا معصوم آخر وهو حامل رأسه بين يده يأتي إلى المؤمن في قبره يقول له من آنت قال أولم تعرفني أنا الذي بكيت علي في المتام أنا الذي ندبتني أنا الحسين ما تشوفني بلا رأسه والنحر يحاجي ما انت الذي تنادي في المات وأهلي عليك تبجي على مصاب يشيعي شلون أخليك إلهي رزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة اللهم كون لوليك حجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً حتى تسكنه وأرضك ضوعة وتمتعه فيها طويلة لرحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين طويلة اللهم طويلة 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 شكرا